بذيباً صدى الله صباحكم ومساءكم من اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم نحييكم وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ومهمة ضمن حلقات برنامج فتاوى في هذه الحلقة نستكمل ما بدأناه من تساؤلات كانت قد وردت إلينا في الحلقة الماضية مرحبين في هذا اللقاء صاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرب النبي المقنن من السادة ولمائل أزهر الشايد أقول لنا أهلاً وسهلاً ومرحباً أهلاً بكم ومرحباً ونورد دنيا بنيرضى عنك أيها السادة أمر أحب أن نوه إليه أن هذا البرنامج سوف يقدم من خلال صفحة الرحمة في عبر فيسبوك في بث مباشر أثناء تسجيل هذه الحلقة وبنان عليه سوف يكون مباشراً عبر صفحة قناة الرحمة ومسجلاً يورد من شات الله تعالى في يومها عبر الشاشة فمرحباً بكم ونعمل معكم على تقوير خدمة برنامج الفتاوى أنه خاص بالسؤولات السادة والمشاهدين ولنا نستكمل معكم مبارئناه في الحلقة الماضية وسائلها تسأل وتقول ما حكم قراءة القرآن الكريم وقت الحيض وإن صحها فما ضوابطه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعض فالمتفق عليه عند الآئمة الأربعة أنه لا يجوز للحائد قراءة القرآن إلا استثناءاً إلا استثناءاً استثناءاً كان تكون طالبة دخل على الامتحان أو تراجع لدخولها على الامتحان فده يجوز بشرط أن لا يعني تمس السطور إنما إن كان في حامل وحائل فلا بأس به هذا بالنسبة طبعاً إن كان صاحب ورد لا يعطى من اثنات إن كان صاحبة ورد يعني الأمر التعبدي له حكابه الأمور التعبدية لابد يعني الأصل أن يكون الإنسان فيها على طهارة ويستحب أن يكون على وضوء حتى بدأ سأقرأ القرآن تعبدياً الأصل أن أكون على طهارة قلبية وطهارة بدنية أما هذا أمر خارج عن الإرادة لكن هناك أذكار إن قرأت بنية الدعاء يعني آيات فيها دعاء فلا بأس أواخر آلة أمران بنية الدعاء فلا بأس بهذا نعم مالك الله فيكم حياكم الله دكتور يسأل ويقول ده بقى سؤال خاص بالسادة العلماء والسادة الدعاء يسأل ويقول ما بال العلماء يظهرون علينا عبر بنصر التلفزيونية في زينة مبالغ فيها فما رأي الدين في ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعض فالأصل في العالمي عندما يجلس مجلس بلاغ مراث النبوة عليه أن يكون طيبا الرائحة حسن الثيابي ولا سيام الثيابي ولا سيام الثياب البيض العمامة فالإمام مالك رضي الله عنه أرضاه الإمام الثاني لهذه الأمة كان إذا جلس مجلس رسول الله خلع ملابس مهنته البيت وارتدى ثيابه البيض والعمامة وتسوك بالسواك وتطيب وقال هذا مجلس أجلس فيه في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنسان طيب الرائحة جميل الثياب وهكذا لكن المبالغة في كل شيء مكروح من مشايخ أو من غيرهم أو من غيرهم المبالغة في كل شيء فالمبالغة من بعض الدعاء اللي يلبس عباء مزركشة وعليها تطريز معين هذا يعني فيه شيء من يعني المبالغة لو ساعة ماركة مثلا والناس عارفة أن دي ماركة والماركة دي غالية ده أعتبر مبالغة ولا مش مبالغة يا سيد الكريم أنا دائما أقول بأن الدعاء بيحمل مراث النبوة قولا وفعلا وحالا 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 قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل فعل أن يكتهد أن يكون ملتزما بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حالا فحاله يجب أن يكون كحال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وقابل الناس كانت له بردة خاصة عشان يقابل بها الناس لكن ليست فيها مبالغة وكان يحسن استقبال الناس حتى وإن كانوا على غير الملة يبسط لهم رداءة وكان يخاطب الناس على قدر عقولهم وكان يهتم بالجوانب التي تعالج الخلل العقد والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعبدي ويعطي كل سائل بحسب حاله لذلك ما دمت سأحمل ميراث النبوة لابد أن أحمله كله يعني لا أخذ القول وأترك الفعل ولا أخذ القول والفعل وأترك الحال بمعنى الحال يعني يجب أن يكون حالك في المجلس شيء وخارج مجلس العلم شيء آخر بمعنى حال النبي أثناء المجالس العلمية كان يرتدي البردة وعمامته ويتطيب خارج المجلس كان يتحمل الجوع ولا يوقت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاث أهلة ولا يوقت في بيته نار وكان إذا أعطاه السائل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هذا إذا لابد أن تأخذ من حال النبي جزء نعم ولذلك لي يعني صاحب ابتلاه الله قريبا أدو الله أن يشفيه وأن يشفيه كل مريض يارب فالناس زعلانا فأنا قلت الحمد لله هذا رجل أصبح له مقام فقال لي المستمع لماذا قلت لأنه الآن أخذ حالا من حال الأنبياء وحال الأنبياء كانوا أشد الناس بلاء بلاء امتحان شديد عليهم نعم إنما عندما أرى داعية يرتدي يرتكب الإسارات الفارهة وبعضهم جالس في بساحة فيها أكثر من ذلة ضخمة وله باديجارد هل هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل مع الناس أحيانا باستهزاء وبسخرية أبدا النبي كان كطبيب صلى الله عليه وسلم والداعية يجب أن يكون طبيبا نعم يداوي جراح الناس نعم وقد يكون السؤال واحد لكن الإجابة متنوعة نعم بحسب حال السائل نعم أحب الأعمال إلى الله تعالى يقول أن لا تشرك بالله شيء أحب الأعمال لا تغضب أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوام وهو إنقال فالسؤال واحد نعم لكن الإجابة بحال السائل بحسب السائل نعم ولذلك يجب أن يكون الدعية هكذا نعم وأقول أي عالم الله تعالى اختاره واصطفاه ليكون صاحب دعوة عليه أن يلزم السنة وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله حينئذ يكون لكلامه مصداقيا نعم لا يكون كلامه كمن يصنع رائس من الشمع جوفاء لا روح فيها نعم فندعو الله يعني لكن عندما يظهر في صورة طيبة نعم هذا لا بأس به بارك الله إنما المكروه لا أستطيع أن أقوله حراما لأنه يعني من زينة الحياة لكن أقول حملت الميراث احمله جملة بارك الله فيكم لا تأخذ نعم بعضا وتترك البعض يعني ما تأخذش اللي على كيفك نعم وتسيب الجانب الشمولي نعم لهذا الدين العظيم لم تعرضت للدعوة نعم يبقى أحمل الميراث كلها خليك على قدرها حتى لقدام الناس قدر استطاعك بارك الله فيكم ورد الله عنكم سؤال من مولحد يسأل ويقول ما حكم السفر بالطائرة علماً طبعاً أنا أنقل قوله ولا أعتقد به وآسف للجرأة فيما عبر به لكن هذا من قوله يقول حكم السفر بالطائرة علماً بأن الله ومحمد يعني استغفر الله يعني هكذا قال ما يعرفوش الطائرة وما كانوش يعرفو الطائرة قبل ذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بله دعنا نقول هذه أسئلة الحداثية نعم لأن الإلحاد لون من ألوان الحداث نعم وهو قطع الصلة بقضايا الوحي ويريد هؤلاء أن يعيش الإنسان لنفسه في ظل القواعد المادية البحثة نعم لا حساب لا قبر لا آخرة وإنما يعيش في هذا الفكر الدهري هو يتحلل من كل المسؤوليات نعم ويعيش لنفسه فقط ولذلك دايماً يتحدث عن حقه النبوات تتحدث عن ما يجب عليك ما يجب عليك نعم فإذا ما أديت ما عليك أخذت ما لك هذه واحدة ثانياً قضية أن محمداً هذا أسلوبهم لا يصل على رسولكم نعم النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من قبله كل نبي وضع لبنة في بناء التشريع لأن العقيدة واحدة والدين هو الإسلام واحد لكن الشرائع بدأت يعني تكتمل رويداً رويداً حتى تم البناء ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه فالقرآن باعتباره الجامعة جامعة الوحي لكل الأنبياء والشريعة المحمدية هي الشريعة الخاتمة المكملة والمتممة لبقية الشرائع فأنا اللبنة وأنا أخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هل ورد في القرآن نعم لماذا كانت قصة سيدنا سليمان ألم يكن هناك والقياس القرآني في قولي والخيلة والبغالة والحميرة ويخلق مالا تعلمون في سورة النحل والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق مالا الأمر الثاني إن قضايا المعاملات وقضايا العمران ليس لها آيات جزئية وإنما آياتها كلية وضعت المبادئ والقيم والأصول وتركت للعقل الإنساني الابتكار والتجديد لو كانت القضية بعيدة عن عقل سلفين الكرام لماذا حاول عباس ابن فرناس أن يطير نعم لو كانت قضية علم الكيمياء والحيل لماذا قام الإمام البيروني وبدأ ويضع أصول لعلم الحيل اللي هو علم الكيمياء لو كانت القضية بعيدة عن علم التشريح أين الحسن بن الهيثة أين صاحب علم الرياضيات الخوارزمي وضعوا هؤلاء أين القالون في الطب لابن سينة فهؤلاء العلماء في زمانهم كان عندهم اجتهاد تجريبي فديننا يجمع بين أمري بين وحي يبين قضايا الغيب دي أنا ليس العقل لا يستوعب وقضايا القضايا التعبودية هذا البروتوكول الخاص الذي يقربنا إلى الله والله وضع طريقا خاصا لا يجوز لي الزيادة والانتقاص منه بروتوكول خاص نعم جميل التعبير يا دكتور فده طريق مرسوم عندما أقابل رئيس دولة أو صاحب وجاها أطلب منه يحدد لي الموعد صح وأذهب إليه بالملابس الرسمية وكلامي محدد واحد اثنين تلاثة أربعة وهكذا ثم أنصرف صح لي مدة زمنيا صح وهكذا هل يجوز لي أن أقول لهذا الرجل لماذا أتيتك بالملابس الرسمية إذا ذهبت بغير الملابس بيرجعون لذلك عندما أقابل الله يكون في طهارة وثياب طاهر وبدن طاهر وأتأحسن التوجه له ومع ذلك في حكمة في هذا البروتوكول نعم نعم الأمر التالي قضايا الحياة تخضع للتجربة والحس والمشاهدة جميلة دكتور التأصيل والتفسير ده نعم قضايا الحياة تخضع للحس والمشاهدة لذلك أول قضية قرآنية كانت إقرأها تمام القضية الثانية قلت سيره في الأرض ثم انظره قضية الثالثة اللي هي في صورة النحل صورة مكية صورة الأنعام صورة مكية كاملة فيها من قضايا التسخير والقضايا المسخرة للإنسان ما فيها ثم أعطاني له عقلا لأحسن الاستفادة من هذا الكون وقضايا الاستفادة من الكون لا تخص مسلما دون غيره نعم وإنما تشمل الإنسان كل الإنسان الذي يميز المسلم أنه يجمع بين علم التجربة والحس والمشاهدة وبين العلم الغيبي فحدث عنده الانسجام التام أما العالم المادي ارتبط بقضايا التجربة والله تعالى لا يمنع ما دام استفاد من السنن الكونية الله أعطاه من جد وجد لكنه لم يستفد بالسنن التعبدية والعقدية فلاسي أثم على هذا نعم إسحاق نيوتن لم يكن مسلما نعم ما دم قال كان يهوديا نعم لكنه أعمل عقله نعم لكن هل لم يوجد عندنا في التاريخ الإسلامي وفي التراث الإسلامي علماء أبذاذ كانوا علماء أبذاذ نعم لكن دائما تأتي ثقافة الغالب عند أزمنة للحطاط والضعف وهيمنة العالم الغربي على الأمة ستروا كل ما تملكه الأمة من تراث نعم دكتور وأظهروا أنفسهم وأنا أقرأ لعالم كبير الإمام الشاطبي قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا وهو يعني يضع مقدمة رائعة لكتاب الاعتصاب قال لو لم يكن هذا الرجل في زمن الانحطاط والانزواء لكان من أعظم مجدد هذه الأمة الزمن لذلك الذي أظهره الإمام محمد عبده نعم دكتور رحمه الله ورضي الله عنه فأقول للأخ السائل القرآن كتاب كامل من أوله لآخره لا تكتازئ منه شيء وكله يكمل بعض القضايا التجربة طيب حكم الصلاة في الطائرة جائز نعم العلماء اجتهدوا كما أن الصلاة على غير اليابسة في السفينة تصح كذلك الصلاة في الطائرة تصح طيب قضية القيام القيام يرفع حكمه إذا عجز عن القيام فمن لم يستطع قائما فهى قاعدة وخاصة والسفريات أحيانا تأخذ أكثر من تسع ساعات نعم ما فيش ترنزيت ففي هذه الحالة يجوز لو أن يجمع عندنا في السفر يجمع جمع تقديم أو تأخير إذا أتت عليه الأوقات وهو في الطائرة جاز له إن كان يستطيع القيام عليه أن يقوم نعم دكتور الطائرة هي أرضه الطائرة هي أرضه نعم الطائرة هنا إيه؟ أرضه فيجب أن يصلي ما دام الزمن فيها طويل إن استطاع القيام قام إن عجز قام بارك الله الله فيكم وسلم يا دكتور سؤال أخير في هذه الحلقة لأنها وشكت على النهاية يسأل عن حكم شرب البيرة لأنها بدون كحول أو الكحول فيها نسبة بسيطة لكن لا تذكر سيد الكريم بارك الله فيكم البيرة مدام خالية من الكحول فلا بأس بها أما إن كان فيها كحول ولو يسير فهي ممنوعة لو مفهاش كحول ما تبقاش بيرة يا موضان لا 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 اللي هو البريل البريل نعم لا أسف أحسن 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 الله فيكم البريل اللي هو ليس فيه كحول تمام نعم في هذه الحالة مباح نعم إنما إذا كان فيه ولو يسير فهو ممنوعة لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقليله حرام في الحكم سواء حرام بارك الله فيك فالله قدركم طيب يسأل عن حكم زيارة حدائق الحيوان هذه أسئلة يعني أسئلة ترفيهية كما أنه يذهب إلى حدائق الحيوان ترفيهية فلا بأس بها إن كان من باب يعني الترفيه يعني الأخذ بيد أولاده وهذا أمر مطلوب وقضية التعبد يا دكتور محمد الناس بتظن أن قضية العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة فقط لا هناك عبادة أخلاقية وعبادة جمالية إلى وفقه الجمال في الإسلام نعم إيه العبادة الجمالية هل هو عملات التجميل؟ لا الجمالية اللي هو أن تسعى في الأرض وقضية الترفية وأن تذهب لزيارة بعض الأماكن التي تدخل السرور بسببها على أولادك وتتذكر أن نعم ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى اختار كإنسانا لتعبده من باب التذكير بنعم الله هذا لا بأس به بشرط أن يكون الزيارة بأدابها ما فيهاش تحلل وما فيهاش ترك للصلاة وما فيهاش تحلل من القيم وانسلاخ من الأخلاق نعم دكتور إذن فلا بأس بها حياةكم الله وبرك الله وفيكم طيب كتير من التسؤولات لكن حقيقة الحلقة خلصت الله يا فاتح طيب نخل السؤال ده معناش يا دكتور يسأل عن حكم الزوجة التي تظلم زوجها في الأكل والشرب ما عرفت بقى تظلمها ومتطبخش الصمصة للمصروف يعني سنضع عدة احتمالات الاحتمال الأول هخليه إيجابي مع الزوجة اطبخ جاري يكلف يا سي ماشي يا دكتور دايماً واخد صف الزوجة يا دكتور مش عارف بيك بخاف من الضوح فده دي واحدة الثانية إذا كان يعطيها مبلغاً من المال للطعام والشراب ويقول لها دبري أمرك فهي ينظر إلى الواقع الواقع دائماً في قضاء الطعام والشراب متغير ما بين الغلاء وما بين التوسط واللغفات فهي كامرأة حكيمة إذا كانت تملك هذا العقل فبتوازن بين ما يعطيها وبين متطلبات بيتها فيوم فون ويوم سمك يوم سمك ويوم طعمية حتى يستطيع أنه يوازن بقية الشهر تمام نعم إنما إذا كان يعطيها ما يكفيها وزيادة وهي تقتر إذن هي تأثم بأنها تدفر من ورائه لابد أن تستأذنه وأن تبين له لأنها أمينة المرأة أمينة على بيتها أمينة على أولاد زوجها أمينة على مال زوجها أمينة على عرضه وشرفه بارك الله فمن باب الأمانة ألا تقتر عليه وهو يغدق عليها هذا والله تعالى أعلى أشكرك يا دكتور طحياتي إليك الله يبري فعله خلصت الحلقة لكن ما زالت هناك حلقات أخرى من رشاة الله تعالى إن شاء الله بإذن الله أيها السادة أشكري صاحب الفضل والفضيلة العالم الجليل فضيلة أساسي دكتور محمد أبراب بن نبي المقنن على هذه الحلقة المهمة ضمن حلقات برنامج فتاوى شكرا لكل سهل الزملاء من فريق العمل بإمكانكم أن تقوموا بإرسال ما لديكم من تساؤلات وصف صرات عبر يوتيوب فيسبوك واتساب وإنستجرام قناة الرحمة وكذلك تابعونا في خدمة البث المباشر التي سوف تطلق عبر صفحة الرحمة تيفي من خلال فيسبوك إلى أن نلتقيكم ضمن حلقة أخرى من حلقات فتاوى أمنيتي كما تعلمون أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقترار فهذا وطرم أرق المنعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا